كده احنا وصلنا مع بعض لانك اتعلمت وتمرنت على الترجمة ودورت على العملاء بالطرق اللي قلناها ووصلت بالفعل لعملاء وخلاص بدأت تشتغل ومعاك ملف هتشتغل علي ايه دورك بعد ما تستلم الملف اللي مفروض هتترجمه اول حاجة واهم حاجة كراءة الملف كراءة وافية طب ليه اقرأ الملف اللي جالي ليه هحكيلكم حكاية صغيرة جدا وبسيطة جدا عن مترجم كلمني وبيشتكي ان العميل قرر يخصم منه فلوس طب ايه السبب؟ السبب انه كلمني وانا برا وقال لي انا عندي ملف عقد 3 صفحات ومطلوب بعد 3 ساعت وانا وفقت ورجعت البيت فورا كنت عامل حسابي اني هقدر اخلص الثلاث صفحات في ساعتين فجأت ان العقد صفحتين وصفحة ملحق كل المصطلحات اللي فيه محتاجة بحث وتدقيق مش زي كلمات العقد اللي بالنسباني محفوظة وعارف انا هعمل فيها ايه مش محتاج لابحث ولا ادور على مصطلحات وللأسف الشديد الصفحة دي خدت مني وقت ساعتين لوحدها واتطريت اتأخر وكانت ديدلاين بتاع العميل طيب جدا ومهم جدا وهو كمان عميله المباشر خصم منه فلوس فهو كمان خصم منه فلوس في الواقع العميل لازم يقدر لو المترجمة فيها صعوبة لكن ده مش مسئولية العميل هو مش لازم يقدر هو مفروض يقدر مين المسئول عن انه يشوف الملف وانه يقول انا اقدر اترجم الملف ده او ما اقدرش المترجمة انت بتقع على عاطقك مسئولية انك انت تقول يا اما هقدر اترجم الملف في الوقت المطلوب ده يا اما مش هقدر ومن الحاجات المهمة اوي انك تتفاوض على الديدلاين قبل ما توافق عليه يعني ايه الكلام ده يعني انا جاي لي ملف على الميل والعميل عايزه بكرة الساعة سبعة الصبح انا هقدر اسلمه ايما كان السبب لظروف استيقاضي متأخر لظروف عندي مشوار لظروف عندي شغل تاني ايما كان السبب ده لا يرجع للعميل ده يرجعلك انت هقدر اسلم الملف الساعة 11 ومستحيل اقدر اسلمه الساعة 8 يبقى ما ينفعشي اقبل الملف وارجع اقول للعميل معلش يديني ساعتين لما انت في ايدك من البداية تتفاوض وتقول لا انا هقدر اسلم في الوقت الفلاني ولو العميل عنده الوقت متاح هيوافق ما عندوش خلص وده افضل من انك تاخد الملف وتتزنق فيه وترجع تقول للعميل اديني وقت اضافي وده بيحسب عليك انك ما سلمتش في الوقت المطلوب اكيد فيه مرونة شوية في الموضوع ده لكن الصح صح والحق حق ان يتبع التزمت بديدلاين معين واجب عليك والزاما عليك انك تسلم الملف فيه وده ضرورة قراءة الملف علشان تعرف طبيعة الملف وهل هتقدر تسلمه في الوقت اللي العميل محدده ولا محتاج وقت اضافي ولا فيه حاجات انت اصلا مش هتعرف تعملها تاني حاجة الاطلاع على موضوعات تشبه موضوع الملف يعني ايه الكلام ده لنفترض ان الملف اللي جايلك هترجمه من الانجليزية الى العربية وموضوعه عن التعليم الاي لورنج التعليم عن بعض او التعلم عن بعض طيب انت دلوقتي ما عندكش مصطلحات او ما قرأتش كتير في الموضوع ده بتسمع عنه وعرفه وكل حاجة لكنك لم تقرأ فيه من قبل بالعربية يبقى دورك انك تتفضل على جوجل تكتب التعليم عن بعض وتقرأ عن الموضوع وتشوف اهل اللغة العربية بيكتبوا في الموضوع ازاي المصطلحات المستخدمة ايه علشان لما تيجي تنقل من الانجليزية الى العربية تستخدم المصطلحات اللي فعلا اهل التخصص في التعليم عن بعض بيستخدموها وبالتالي هتطلع ترجمتك دقيقة وهتطلع ترجمتك معناها بسيط وثلث ودون استخدام مصطلحات غير مستخدمة في التخصص ده او في الموضوع ده تالت حاجة تسجيل بعض المصطلحات وانت بتقرأ في المقال اللي باللغة العربية او في البحث اللي باللغة العربية هيصدفك بعض المصطلحات اللي هتحس انها ممكن تقابلك في الملف لو الوقت يسع وعندك الوقت لده ياريت وحبذة انك تبتدي تسجل بعض المصطلحات ايه تاني مطلوب منك هتبتدي بقى تترجم الملف خلاص قريت الملف وقرأت موضوع مشابه او اتطلعت على مواضيع تشبه موضوع الملف هتبتدي تترجم الملف ترجمنا الملف هنراجع فقرة بفقرة ده طبعا مش فرض لكن دي طريقة سهلة وياريتك تتبعها انك انت كل ما تترجم فقرة بتبص عليها مع الاصل فده بيضمن ان الفقرة اللي خلاص خلصت خلصت وعدت لو جيت انضغطت في الوقت واضطريت لسلم الملف من غير المراجعة الشاملة اللي هي المراجعة النهائية يبقى معنى ده ان انت مسلم الملف وانت متطمن بنسبة كبيرة لانك كده كده مراجع وفقرة بفقرة طب ايه لازمة المراجعة النهائية؟ طبعا دي دمان الجودة انت خلاص مراجع الملف بالفعل فقرة بفقرة لكن this is the last I انت بتقرأ الملف تاني كله علشان انت حسن اسلوب تربط فقرة بفقرة تربط جملة بجملة كنت بنستعجالك مربطهاش كويس تبتدي تشوف المصطلح دك ممكن يبقى هنا افضل وهكذا وبالتالي بتكون بتسلم الملف للعميل بعد المراجعة النهائية وانت بتقول ليس في الامكان افضل مما كان يعني انا كده استعمت بالله وعملت كل اللي اقدر عليه افتجاه الملف ولا كروت ولا استعجل فبالتالي ان شاء الله ترجمتك هتطلع دقيقة وسلسة ومش هتطلع اخطاء ولولا قدر الله حصل اخطاء هتبقى مش خارجة عن اهمال او استعجال او كروتة هتبقى اخطاء نقص خبرة اخطاء حاجة انت مش عارفها فوقعت فيها زي ما كلنا بيحصل معانا وده وارد فلو جتلك فيدباك بعد كده مش هيبقى فيها تقنيب ضمير تقنيب الضمير بيحصل لو جتلك فيدباك سيئة وانت متسبب فيها بسبب اهمالك او استهدارك لكن اي فيدباك بتيجي علشان نقص معرفة بناخدها بصدر رحب ونتقبلها وكمان ممكن نشكر العميل على انه اضف لنا ونعترف بالخطأ ده واننا مش هنقرره تاني اهلا اهم مهارات المترجم اول حاجة لازم يكون عندك قدرة على البحث على الانترنت وتكون صبور وتعرف ازاي تصل للمصطلح وتستخدم مهارات البحث علشان توصلك للمصطلح اللي انت عايزه تتعلم مهارات البحث على الانترنت تاني حاجة لازم تكون قادر على استخدام الحاسب الآلي وبرامجه زي مايكروسوفت وورد واكسل وغيرها ولو ما تعرفش الكلام ده تقدر تتعلمه هتلاقي فيه كورسات كتيرة جدا مجانية على اليوتيوب تعلم ازاي تستخدم البرامج دي تالت حاجة وتكلمنا في حلقة سابقة عنها برامج الترجمة بمساعدة الحاسوب في الحلقة اللي فرقنا فيها بين الترجمة الآلية Machine Translation والترجمة بمساعدة الحاسوب Computer Aided Translation أو Cat Tools زي Trades, MQ, Wordfast وغيرهم دي بقى الضرورة ملحة من سنين ولازم اي مترجم يكون بيعرف يشتغل عليها طبعا مش كل المترجمين ملزمين بالشغل عليها لكن فيه شركات كتيرة بتشترط ان المترجم يكون على دراية بيها واتبعت المشروعات على البرامج دي وبس القدرة على فهم النص وتحليله تحليلا دقيقا قبل الترجمة ليه؟ ايه السبب انك تبقى قادر على ده لتصل ترجمته ترجمة النص صحيحة وسلسة ومفهومة مفيش حد مش فاهم النص الاصلي هيقدر يوصل النص المترجم بطريقة مفهومة للقارئ ولو انت مش فاهم النص الاصلي ومش فاهم الكاتب عايز يقول ايه ومش عارف رسالة الكاتب فبالتالي عمرك ما هتقدر توصل النص للكارئ بطريقة سليسة ومفهومة واخيرا مرونة التعامل والقدرة على التفاوض وتوضيح الرأم يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي عندك اعميل بتتعامل معي فيه شروط تحطها من البداية هنتكلم عنها في الحلقة اللي جاية لكن لازم تكون مرن في تطبيقك للشروط دي انت مثلا اتفقت مع العميل على موعد لتسليم المستحقات والعميل المتلتزم معاك كل الشهور وجه في شهر اتأخر هنا لازم تكون مرن لانه هو مش من طبيعة وانه هو يتأخر فيه فرق بين العميل انه من طبيعة ويتأخر والعميل اللي ممكن تحصل له ظروف يتأخر عليك شوية يعني ايه القدرة على التفاوض يعني to let your word be the last and the most important يعني انك انت توصل بالعميل انه يقولك كل العروض اللي عنده وتتفاوض بانك تقول كلمتك الاخيرة وتكون هي الكلمة المفروضة العميل الجاي بيقولك انا عايز ترجم الملف ده وهدفع فيه الف جنيه انت شايف انك تستحق الفين جنيه هتبتدي تتفاوض معاه وتوصل معاه لالف ونص 1800 بطريقة ثالثة وبسيطة وبدون ابداء فرض الرأي هتقوله انا شايف ان انا خبرتي واجودة ترجمتي هستحق اكثر وليه سعر محدده ما بقدرش انزل عنه فلو قدرنا نوصل لحل وسط يكون مناسب للبجت بتاعتك والبجت بتاعت شركتك وفي الوقت نفسه يرضيني ده هيكون كويس وتقدر تتفاوض معاه وتفرد سعرك برضو بمرونة تحسس انك لا عايز تضره ولا انت نفسك هتضر توضح رأيك يعني لو جات لك فيدباك وانت شايف ان المراجع ظلمك ما تسكتش ولازم تبعت للعميل توضح له رأيك وليه استخدمت الكلمات دي في الصياق ده ولو عندك قدلة ياريتك تحطها بروابط في الايميل علشان تبني ثقة العميل اللي اكيد اكيد بتتهز لان غالبا بتبقى ثقة العميل في البراجع اكبر لكن لما المترجم يكون واثق من نفسه ويبعت للعميل يوضح له فيه رأيه ويوضح له فيه سبب استخدامه للمصطلحات للمراجع فن دهاله بتبتدي ثقة العميل تزيد لما يلاقي المترجم هو الصح وهو الأصح من المراجع بتاعه هشوفكم في الحلقة الجاية